اليوم بنا نعمل طريقة السنبوسة مقلية قلع بالزيت وبالفرن. دقيق ثلاثة كوب ونص. رشة خفيفة ملح. وماء كوب ونص. طبعا تضعفوا الكمية متل ما بتكو. نعجينها جيد. نتركها ترتاح عشر دقائق. هيك بعد ما ارتاح عشر دقائق بنعملها تلتعاش قطعة. طبعا نستخدم النشا بالفرن. نقطاح تلتعاش القطعة وبنكورهم. نتركها ترتاح عشر دقائق. هيك بعد ما ارتاحها. بنعملها طبقات. تلت طبقات او اربع طبقات. ندهن الزيت. نوضع الزيت. اي نوع الزيت انتم موجود عندكم. ونشا. نفس الاشي بنكرر العملية. زيت ونشا. ممكن نعمل تلتطبقات او اربع طبقات. فقط بنوضع على تنتين والاخيرة ما بنوضع عليها. لا زيت ولا نشا الاخيرة بنوضع مثل ما هي. وهيك صاره جاهزين. هيك بنرقل طبقات. هذه كل واحدة فيها تلتطبقات. في واحدة فيها اربع طبقات. نضحها على المقلة. حرارة تكون متوسطة. اي نوع مقلة بيمشي الحالة. مثل ما انتم شايفين. هي كتير سهلة وبسيطة. بنصفطهم ونعملهم اربع اجزاء. هي عملية كتير سهلة احنا ممكن نخزنهم ايضا بالفريز. ممكن بالتلاجر مدة اسبوع او بالمجمد الفريز تلت شهور نوضعهم. بنوضع للحشوة الزيت بنوضع كفتة بنوضع الفل اخضر وبصل وجزر بنوضع كزبرة وفلفل اسود وملح. طبعا هذا كله كونات اختياري. انتم ممكن تضيفوا شغلات تضيفوا شغلات وتحزفوا الشغلات. نوضع الزيت بالمقلة. بنعمل المادة اللاسقة لهو دقيق وماء فقط. المادة اللاسقة. دقيق وماء. تكون لازجة هيك هي لازجة. نوضعها متل ما انتم شايفين كيف اتجاهها مسلس يكون عليها. بنوضع المادة اللاسقة الضقيق مع الماء. وبنلزقها بنوضع الحشوة. الموضوع كتير 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 سهل. وبنقليها بالزيت. طبعا ممكن احنا نقلبها على الوجهان. احنا حنعمل طريقة التانية اه كتير بسيطة. متل ما انتم شايفين روعة. هي كتير روعة. الطريقة التانية هو فليت دجاج والتمية ومخلل الخيار بنحشيها. بنوضع لها زياد وندخلها الفرن. هي كتير سهلة. درجة حرارة متين. طريقة التمية حوضحها في صندوق الوصفية كتير 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 روعة. مثل الشورمة السورية. صح وعافية. في امان الله. تزرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم. اتمنى الاشتراك بالقناة. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.